أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمفية البحرينية أكد أن مملكة البحرين تؤمن بأهمية دعم الشباب وتوفير البيئة الملائمة لهم لتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم جاء ذلك بمناسبة يوم الشباب العربي إذ أكد سموه بأن هذا اليوم يمثل فرصة مهمة للاحتفاء بدور الشباب في بناء مستقبل أكثر إشراقا لمجتمعاتنا وأمتنا كما وشدد على أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ورؤى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد دائما ما تصب باتجاه تقديم كل ما من شأنه تمكين الشباب لتحقيق النجاح والتمييز في مختلف المجالات وأشار سمو الشيخ خالد بن حمد إلى أن الشباب البحريني والعربي أثبتوا على مر العصور أنهم عماد الأمة وركزتها الأساسية موضحا أن شباب اليوم هم قادة المستقبل وهم الذين سيحملون راية التقدم والازدهار وأكد سموه على أهمية حشد الطاقات والجهود من قبل جميع المؤسسات الحكومية والخاصة إلى تعزيز الجهود المبدولة لتمكين الشباب وتوفير الفرص اللازمة لتطوير مهاراتهم وإبداعاتهم الشباب الثروة الحقيقية للوطن وركيزة البناء والأمن والاستقرار والتقدم الحضاري وخلال العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم واصلت مملكة البحرين الاهتمام والاستثمار الدائم في شبابها إيمانا منها بأن الشباب هم العنصر الأساسي لتقدم الدول وتطورها وبناء على هذا الأساس سخرت المملكة كل طاقاتها من أجل دعم وتطوير وسقل مهارات الشباب بهدف صنع قادة المستقبل وهو جوهر رؤية القيادة التي يتبناها جلالة الملك المعظم ويدعمها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي جعلهم أولوية في برنامج عمل الحكومة من خلال إطلاق وتنفيذ برامج وطنية تسقل الشباب ومن بينها جائزة الابتكار الحكومي فكرة كما يعكف ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على جعل رؤى القيادة تتجلى على أرض الواقع من خلال توفير المكان والفرص التدريبية للشباب للمساهمة في خلق جيل قادر على تحقيق الإنجازات الوطنية حيث شهدت الحركة الشبابية والرياضية إنجازات متميزة وغير مسبوقة في عصرها الذهبي وتحقق ذلك بمساندة مستمرة من سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وتمتلك البحرين العديد من المبادرات النوعية للاهتمام بفئة الشباب لعل من أبرزها الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب 2023-2028 والتي تعد إيطاراً عاماً لتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم كذلك تضم المبادرات الرائدة للاهتمام بالشباب جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبرنامج صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية ومشروع مدينة الشباب 2030 وجائزة ناصر بن حمد العالمية للأبداع الشبابي ويأتي احتفاء مملكة البحرين بيوم الشباب العربي الذي يصادف الخامس من يوليو من كل عام ليؤكد أن مستقبل المملكة مرهون ومعقود بيد الشباب فهم من سيصنعون المستقبل الجميل والقادرون على دعم مسيرة البناء والتحديث والازدهار في مختلف المجالات ترجمة نانسي قنقر